السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلميدي في سنة الرابعة ابتدائي ولا حتى أولياء تلميذ لم يشاهدوا فينا معكم كالعادة الأستاذ يسمين ويلا أبنائي وبناتي اليوم إن شاء الله نشوفوا تصحيح اختبار الرياضيات للفصل أول طبعا أبنائي قبل الاختبار لازم نكون وراجعنا دروسنا وفهمين وشانا نهضروا وطبعا درنا المراجعة مع بعض نحلوا هذا النموذج وش قلنا قد ما حلينا المواضيع قد ما ليدتعنا تمشي وشنو معنى تمشي معنى تولي الأسئلة الجينية عادية وسهلة نفهم؟ إذن يلا نبدأ ونشوفوا كيف نشيجونا الأسئلة وكيف نجيب عليها التمارين الأولي قل يضع ثم أنجز العمليات التالية إذن عندي العمليات الأولى 5863 ضرب 4 67842 ناقص 5997 عندي 1526 زائد 785 وثمانون زائد 3 وستون لهنا لازم أبنائي أنجز العمليات عموديا باش نعرف ونجيبهم صحيح التمارين الثاني قل لي أرسم قطعة مستقيمة ديسي طولها 6 سنتيمتر عين أو منتصف هذه القطعة ديسي ما هو طول أوسي؟ معتك يجي في المنتصف إما لطول تعلنصف هذا اكتح أوسي كم؟ أرسم كالمستقيم العمودي على القطعة ديسي ويشمل أو بعدها يجوز على الأو ما نوع الزاوية الناتجة؟ يلا التمارين لي بعده يقول لي يمثل الرسم البياني التالي عدد المتفرجين في ملعب 1 نوفمبر في الخمسة أشهر الأولى من السنة لاحظوا ما أجب على الأسئلة إذن هذا البياني وحد الملعب وسمه 1 نوفمبر عدد المتفرجين كل شهر إذن أعطاني عدد المتفرجي في جنفي في فيفري في مارس في أفريل وفي ماي إذن عدد المتفرجين أنا أشوفه صفر خمسة خمسمائة ألف الف وخمسمائة وهكذا إذن ما هي الأسئلة تعي؟ ما هو عدد المتفرجين في شهر أفريل؟ إذن نرحل شهر أفريل أوب ونشوفش حال عدد المتفرجين في أي شهر سجل أكبر عدد من المتفرجين؟ وكم عددهم؟ معتش كون هو اللهنة الأكبر عدد المتفرجين؟ وشنو هو الشهر هذك احسب عدد المتفرجين الذين دخلوا الملعب في الأشهر الخمسة مع انت مادم قالي احسب عدد كامل اذا ندر وشنو جمعت كامل الأشهر الخمسة الثمانين الرابع يقول اكتب الأعداد التالية بالحروف والأرقام اذا ابنائي وريتلكم أحسن طريقة ومعينش نعود نوريها لما شافهاش لكتابة الأعداد سواء بالحروف أو بالأرقام يعني الحيلة نستخدمها الوضعية الإدماجية عند دخول المدرسي فتحت مريم حصالتها فوجدت فيها مبلغ ستة آلاف دينار اشترت مئزانا بتمانمئة دينار واحدة بألف ومئتين دينار وطنورة بألف وثمانوئت دينار وقاموس بألف ومئة وخمسون دينار وخمسة أقلام بخمسة وثلاثون دينار ما هو الثمن الأقلام؟ معتا انا القلم الواحد خمسة وثلاثين لكن الخمسة أقلام وشنو هي العملية اللي نديرها؟ كي قلنا للواحد وش ندير؟ الضرب ما هو ثمن جميع المشتريات؟ معتا نحسب جميع الجمع ما هو المبلغ المتبقي لمريم كلمة المتبقي وش قلنا أبنائين ديروا الناقص معتا شحال بقى لها؟ من هاته يعني من بلغت على الحصالة أتحى إذن يلا أبنائي أنتم حاولوا أنكم توقفوا الفيديو على الأقل تشوفوا كيفاش يتحل ونبدأ الحل إن شاء الله مع بعض إذن التمنين الأول قلنا لازم نديروا عموديا باش نعرفوا كيفاش نحسبوا إذن يلا أبنائي أعطونا خمسة ألف وثمانمائة وثلاثة وستون ضرب أربعة إذن نكتب هذا العدد الفوق ضرب أربعة نكتبها هذا كذا ولازم جدول ضرب نكون حافظوا إذن يلا أبنائي أربعة في ثلاثة اتنى عشر أكتب الاثنان وأحتفظوا بالواحد أربعة في ستة أربعة وعشرون أكتب والواحد خمسة وعشرون إذن أكتب الخمسة وأحتفظوا بالاثنان أربعة في ثمانية اثنان وثلاثون والاثنان شحتوا لي أربعة وثلاثون إذن أكتب الأربعة وأحتفظوا بالثلاثة أربعة في خمسة هي عشرون والثلاثة تصبح ثلاثة وعشون إذن خمسة آلاف وثانمان ومائة وثلاثة وستون ضرب أربعة تسوي ثلاثة وعشون ألفا واربعمائة واثنان وخمسون يلا لازم نعودها على أقمت ومديرها في المسودة مرتين إذا صبتوا نفس النتيجة عرفوا بليركم صحيح مفهم يلا ليبعدوا أبناء دوما نبدأ بالعدد الأكبر ناقص العدد الأصغر إذن سبعة وستون ألف وثمانمائة واثنان واربعون ناقص ونبدأ لأحد تحت الآحد العشرات تحت العشرات المئة تحت المئة والالف تحت الآلف هنا ما عندي والوما نحط والوات مفهم إذن يلا 2 ناقص 7 لا نستطيع نسلفه ماقدش حاجة صغيرة نقص لها حاجة كبيرة مستحيل إذن 2 ناقص 7 لا نستطيع نسلفه الواحد ونعوده الرجعه تصبح 12 ناقص 7 هي خمسة 4 ناقص عشر لا نستطيع إذن نسلف الواحد وننزله إذن تصبح 14 ناقص عشر تسويه نفس الشي 8 ناقص 10 لا نستطيع نسلف الواحد ونهبطه إذن تصبح 18 ناقص 10 هي 8 7 ناقص 6 1 و 6 ناقص لا شيء تسوي 6 إذن عندي 67 1842 كي نقصها 5997 الناتج يكون 61 845 يلا في النهاية نفس الشي دوما نبدأ بالعدد الكبير الذي يليه ثم الأصغر إذن عندي 1526 نحط الأحد نبدأ بها من بدش بالمئات نبدأ نحط الخمسة ثم الثمانية ثم السبعة نفس الشي هنا نحط الثلاثة ثم السيتة وأحسب 6 زائد 5 زائد 3 تعطيني 14 أكتب الأربعة وأحتفظ بالواحد 8 والإثنان والستة والواحد على الاستحفات 17 إذن نحسب بعقلي أكتب 7 وأحتفظ بالواحد 7 زائد 1 ثمانية 5 زائد لا شيء 5 1 زائد لا شيء إن المجموع هذا يعطيني خمسة عشر ألفاً وثمانمائة وأربعة وسبعة ما فهم إذن أنتم أبنائي على الأقل كل عملية باش هكذا ندي العلامة الكاملة أنجزها مرتين في المسودة يلا التمني لي بعده هو عبارة عن هندسة لازم يكون عندي قلم الممحة والمستار ما فهم هذه حاجة ما يتسلفوش وإنما لازم يكونوا في المقلامة التعامل قال لي أرسم قطعة مستقيمة سميها دي سي طلتها ستة سنتيمات إذن نحكم بالقلم التاعي إذن نحكم قلم نصاص ومستارة أرسم حتى ستة سنتيمات نبدأ بالمستارة وين كانت صفر حتى الستة سنتيمات نحبس إذن وش قال لي سميها قال لي سميها دي سي إذن سميها دي ولا سي نفس الشيء ومن جهة الأخرى العكس إذن دي سي عين أو منتصف القطعة إذن أبنائي ستة ما هو منتصفها وشنه هو النصطح الستة هو ثلاثة إذن نحن نعود ندير المستارة منها صفر ومنها ستة وين ثلاثة نروح نحط نديرها كعلامة فيها ذك هو الأوتاعي نفهم إذن ما هو طول القطعة أو سي يلا أو دي ولا أو سي كلاهما وش يساوي يساوي ثلاثة سنتيمات لأنه أو منتصفها أرسم كعمودي على دي سي ويشمل آي يشمل معتها يمر إذن يلا كا لازم نرسمه بالمستارة سواء بالمستارة ولا أحسن بالكوس باش تخرج لي وشنه الزاوية القائمة عمودي معتها لازم يشكل لي معه زاوية قائمة في الأو إذن نوع الزاوية التي نتجت هي قائمة لأنه علش قنا عمودي ثم من ميلو هكا من ميلو هكا لا عمودي عليه يلا قل لي عدد المتفرجين في شهر أفريل إذن يلا هنشوفو شهر أفريل ها هو عدد المتفرجين نطلعو هكذا عدد المتفرجين هو ألف متفرج إذن عفوا ألف متفرج وهم أنسوا صفر يلا انتبعو هكذا ألف أي ثلاث أصفر في أي شهر سجل أكبر عدد المتفرجين وكم هو عددهم يلا هو رو الله نحن الكبير هو في شهر ففري عددهم 2500 إذن الشهر هو ففري عددهم 2500 ما هو عدد جميع المتفرجين في الأشهر الخمسة إذن نشن حنديروا جنفي اللي هي الف وخمسمائة نزيد له الفين وخمسمائة نزيد له مارس الف وخمسمائة نزيد له أفريل الف ونزيد له ماي خمسمائة إذن هكذا نديرها أنا عمودية لأنه أبنائي تتحسبوا على العملية العمودية وأجد سبعة آلاف متفرجهم إذن تحسبوا بعقلكم يلا التمنين اللي بعده ما هي الحيلة اللي نكتب بالحروف والأرقام وتخرجيه صحيحة إذن تبعوني أبنائي دهما نقول لكم هاو العدد تاكم لنتوما اللول وحكتبه فوقه ألف معناتها أحد الثاني نبدأ على يميني الثاني نكتب فوقه عام معناتها عشرات الثالث نكتب فوقه مين معناتها مئات اللي يبقى لكم سواء كان رقما أو رقمان أو ثلاث أرقام ما فهم الأربعة لا لا إذن هذوك الأرقام اللي قاعدوا لكم نحوطهم ونكتبه ألفا هذه هي الطريقة الصحيحة ومبعدك نبدأ نسمي نبدأ به هو هذا هذا اللي في الداخل حيزو شنو؟ إذن نكتب ثمانونة وش كين فوقه ألفا إذن نكتب ألفا وهذه نقرأها عادية وسبعمائة وواحد واربعا وسبعمائة وواحد واربعا مفهم؟ نعود نفس الشي يلا هذه نكتب فوقها أحد عشرة مئة وهذه نحوطها ونكتب فوقها ألفا إذن هذي اللي يحوطها وشنو عشرة إذن نكتب عشرة وشنو عشرة آلاف وهذه نقرأها عادية تسعمائة وثلاثة وستون مفهم؟ نفس الشي اللي كان يكون العكس قال لي 67 ألفاً أنا نوجد الحيز التاعي ونوجدت لتنقاطي هذو 1100 يلا 67 ألفاً إذا داخل الحيز نكتب 67 يلا و42 نكتب 42 وطبعاً نبدأ منها 42 معتها هذي اللي تقعد لي صيفر مكاش المئات يلا بالنسبة للأخير نفس الشي 9000 وهو 1 إذا 9000 هي اللي كانت في الحيز و1 نبدأها قلنا من اليمين إذن اللي يبقوا لي ندير صفر ننتقل إلى الوضعية الإدماجية اللي دوماً عليها العلامات الكثيرة إذن لازم نركز عليها عليها أربع علامات قال لي ما هو ثمان إقلام علماً أن القلب واحد يدير 35 و30 دينار إذن الشراطة 4 ولا 5 ما يهمش إذن أنا ليصنصي الوشرات لعدد شحال شراطه في الثامن إذن 35 و30 ضرب 5 وندير 5 ضرب 5 تعطيني 25 وعشرون أكتبوا الخمسة وأحتفظ بالإثنان 5 ضرب 3 خمسة عشر والإثنان سبعة عشر إذن ثمان خمسة أقل موشحة 175 دينار نتحسب على الأفقية ونتحسب العمودية ونتحسب على الأفقية ونتحسب على هذا الجملة يلا اللي بعد وقال لي ما هو ثمان كل مشتريات إذن اشترت النورة وكناش إلى غري ذلك نبدأ من الكبير ونهبط ما فهم لازم نحط الأحد تحت الأحد العشرات تحت العشرات المئة تحت المئة وهكذا إذن وأبدأ أحسب 0 زائد صفر سائد صفر سائد صفر سائد خمسة تساوي خمسة هنا أصفر ما يهمنيش خمسة زائد سبعة إثنى عشر أكتب الاثنان واحتفظ بالواحد ثمانية زائد اثنان عندي زائد واحد زائد ثمانية زائد واحد زائد واحد نحسبها عادي تعطيني واحد وعشرون نحسبه بعقلنا هاده ثلاثة والإثنان تعطيني خمسة إذن جميع المشتريات كم بقية لها وشو معتها بقية لها معتها ندير ناقص هي كان عندها 6000 وهذا كلي شراته 5125 إذا ندير ناقص 0 5 لا نستطيع نسلف الواحد ونهبط 10 ناقص 5 5 0 ناقص 3 لا أستطيع نسلف الواحد ونهبط تصبح 10 ناقص 37 0 ناقص 2 لا نستطيع نسلف الواحد ونهبط 10 ناقص 2 8 6 ناقص 6 تسوي 0 إذن المبلغ اللي يبقى للمريم هو 875 دينا مفهم أبناء إذن حداري عليها 025 025 025 نفس الشيخ 025 حتى تلحقون 4 إذن من فضلكم ما ننساواله باش ندي العلامة التامة بإذن الله إذن هذا كان بالنسبة لاختبار الرياضيات للفصل الأول للسنة الرابع ابتدائي أي تلميذ ولا تلميذ عنده سؤال ولا استفساري خليه لي في التعليقات نجاوب عليه إن شاء الله في أقرب وقت ممكن وكما نقول لكم كالعادة أبنائي بتوفيق إن شاء الله